اشتركوا في القناة النهاردة وزارة الأوقاف بتطلق حملة رسول الإنسانية لتعريف بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا في رسول الله قدوة حسنة وعلينا أن نقتدي بهذه الأخلاق بالفعل وأن نعمم هذه الأخلاق التي نفتقدها للأسف الشديد في الأوينة الأخيرة كثير من الأخلاق تمتع بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان قدوة ورحمة للعالمين جميعا وبشيرا ونذيرا بطبع علينا أن نحيي هذه القيم هذه الأخلاق الكريمة حتى يعني نقضي على كثير من الأمور التي نحن بيشوفها في المجتمع بالأسف الشديد المتأسلمين طبعا بالضبط يعني للأسف الشديد يعني كثير من الأفكار المغلوطة كثير من المفاهيم غير الصحيحة يعني كثير من الأخلاق ذي الأسف كثير بره بتربطها بالإسلام كل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير بمناسبة قرب حلول طبعا المولد النبوي الشريف يوم 20 نوبمبر عندنا برضو فقرة تانية وهي عن المجلس القومي للمرأة اللي بيطلق حملة توعية جديدة بعنوان حياتك محطط نتكلم بشكل مفصل أكتر عن هذا الموضوع وطبعا عندنا المزيد من الفقرات الأخرى طبعا عندنا فقرتنا السبتة قراءة في صحبة الجلالة وأهم الموضوعات اللي بيطلعنا بها في الصحف المصرية عندنا فقرتنا الرياضية وعندنا كمان فقرتنا الاقتصادية ومجموعة متنوعة كمان من الأخبار ياسمين سواء المحلية والعربية وكمان العالمية لكن فاصل قصير جدا هنرجع مع حضركوا بأولى فقراتنا خليكم معنا اشتركوا في القناة صباح الله خير الصباح جميل عليكم النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم يقصرياديين وغيراديين وهو الرباط الصليبي إيه هو الرباط الصليبي وإيه شكله جهو الرجبة وفايدته إيه لما بيحصل فيه قطع يحصل إيه في الركبة وإيه التأهيل اللي بيحصل قبل العملية لما بيحصل فيه قطع وإيه التأهيل اللي بيحصل بعد العملية ولو حصل فيه قطع جزئي كل إن شاء الله ده هنوضحه على كاتم محمد سر أهلاً بيك تعال صبتzel في الموقف الناس أن يكون انواسة بالمرضة الأشعة مثل randomory mungkin كما يكون انسبati في المشكلة وعظمة الفاخد لورا يعني انت خيالوا معي لو عندي عظمة القصبة تحت وعظمة الفاخد فوق بيمنع خروج القصبة القدام والفاخد لورا ورباط الصليبي الخلفي بالعكس لما بيحصل فيه اطهق بيحصل حاجة اسمها انستابلتي او عدم ثبات في المفصل وده بيخلي عظمة القصبة تقطع لقدام زيادة عن لزوم فبالتالي الغضريف اللي جوه الرجبة تتأثر مع الوقت ويحصل فيها تآكل وبالتالي يحصل فشونة بالسولة لو كان الصليبي متعملش طيب الصليبي دعوه ان هو بيعمل لوك او بيقفل المفصل من جوه عشان خطر عظمة القصبة لزي ما قلنا من شوية متطلعش القدام طيب الروباط الصليبي الامام داوت بيتكون من روباطين حاجة اسمها انتروميديا الباندل وبوستيولاترال باندل يعني روباطين فوق بعض عشان خطر يعملوا روباط واحد عشان كده بيحصل حاجة اسمها بارشا تير او قطع جزء في الروباط الصليبي لازم نفهم ان 80% من ثبات المفصل بيعتمد عضلات و 20% على الاربطة والغطريف الناس كتير بيعتقدوا ان الكواترسيبس هي اهم عضلة للروباط الصليبي او للرقبة في العموم عشان كده معظم لعبت الكورة الثقافة بتاعتهم ان قبل اي مطش او قبل اي تمرين يخش يلعب اماميات كتير عشان خطر يلقاوه الامامية مع العلم ان الكلام داو علميا غلط اهم حاجة في الروباط الصليبي هو الهامسترنج الخلفية لان الخلفية الاتاتشن بتاعتها او الاندغام بتاعها في نهاية القصبة من وراء يعني تخيلوا معايا عظمة القصبة هي الخلفية مسكة في القصبة من وراء فده من يجمع برضه خروج القصبة القدام يعني بيعمل نفس الوظيفة بتاعت الروباط الصليبي فلازم نفهم ان اي حد بيحصلوا مشكلة في الروباط الصليبي لما يجمع نعمله اي ريح بنتيشن او تأهيل ان احنا بنهتم بالأول موسلز او العضلات كلها اللي حوالين الركبة خاصة الكواترسيفس والهامسترنج والعداكتور والتنتر في الشلاتة والكوريستابيليتي والجريتيوس او الالياس ان شاء الله حالات الجاية هنوضح اهم التمرين اللي ممكن نعملها للتأهيل خاصة من قبل العملية او بعد العملية الخاصة بالروباط الصليبي ولو حد حصل لوقت عجزة الروباط الصليبي اللي ممكن نعملها ان شاء الله اشوفكم عليكم سلام عليكم برحب بكم مجددا ونبدأ معكم اولى فقراتنا ومجموعة متنوعة من الاخبار والبداية مع تصريحات وزيرة البيئة ياسمين فؤاد حول اكتمال الانسعدادات لاصضافة مصر المؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية الامم المتحدة لتنوع البيولوجي غدا في مدينة شرم الشيخ اكبر مؤتمرات الامم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي بمشاركة وفود من 196 دولة وزيرة البيئة ايضا اوضحت ان هذا المؤتمر فرصة لخلق افكار جديدة لتعزيز استقرار النظام البيئي من خلال حماية التنوع البيولوجي والاستعمال المستدام لمكوناته هلو نشوف مع بعض التفاصيل في هذا التقرير اعقاد مثل هذا المؤتمر في دمورية مصر العربية او في بلدنا الحبيبة مصر معناها اعتراف قوي جدا من دول العالم اجمع ان مصر حققت خطوات كبيرة جدا في مجال شؤون البيئة على مستوى دول العالم لان احنا عارفين ان هذا المؤتمر العالمي بيتم بناء على مقومات للدولة اللي هتصطديه في المؤتمر طبيعي جدا ان احنا الفترة الاخيرة العالم اتجاهه والطبيعي ناحية تدوير المخلفات الورقية او عموان الريسايكل او اعادة تدوير بشكل عام الوطن العربي فيه تقريبا حوالي 90 مليون طن مخلفات وبيتزايد حجم المخلفات مع تزايد الاستهلاك وجود الفجوة ما بين الاستهلاك والانتاج فموضوع البيئة لو هو بيناقش بشكل عام اعادة التدوير فهو شيء جيد وشيء بيدعم الصناعة وخصوصا صناعة اعادة التدوير ده بيشغل كل الناس وبيشغل الشباب الصغير بيدي حافز لقدام بيشجع على التصدير وفعلا لو قدرنا نوصل للمرحلة دي مصر هتقدر تصدر بكمية كبيرة جدا لان عدد سكانها عدد كبير عدد الشباب فيها اكتر من 60% فده في الاخر هيقد بينا ان احنا نوصل ان احنا ناخد تجربتنا زي الصين او زي النمور الاسيوية بالكامل الصين وفيتنام وكل جنوب شارع اسيا اول شيء اننا نهتم بالنيل ونميش في مخلفات ونهتم بالنظافة في الشوارع ونميش في مخلفات في الارض الموضوع ده عامل ازمة في نصف بيئة عوادم السيارات بتأذي البيئة والطريقة صعبة جدا ونهتم بالجاعة الاشجار لان الاشجار بتخلي الهوى دايما لقي لازم يتعمل بحث دايما وكشف وجوالات يوميا على المصارف اللي موجودة فيها صرف صحي وبيسق بيها ولازم تكون فيه مخلفات ومخلفات رادعة لان دي صحة المواطن يعني عايزين نمسك الموضوع من اول ومش من اخر والله لو كل مواطن عارف ايه اللي ليه ويه اللي عليه اجل ما فيها مرميش ورقة فيش الطريق الورقة دي عطا في كي بي وحطا فيه سلات في الطريق بلدي دايما انتك بنضيفها تعالوا نروح مع بانش نشوف اخر اخبار التقس مع دكتور احمد عبدالعال وهو رئيس هيئة الارصاد الجوية سبع الخير يا فندي سبع الخير على حضركم وعلى السادة المشاهدين دكتور الشتة فين يا دكتور احنا مش فاهمين الجو بصراحة لحد دلوقتي يعني عادة كان الوقت ده بيبقى الوقت اللي احنا بنشت فيه ولكن الصبح بيبقى حر بالليل بيبقى بارد فيه تقلبات كده فعايزين نعرف يعني ده طبيعي بتاع فاصل خريفين يبقى في النهار دافي لكن في الليل بيبقى بارد لكن عمتا مع نهاية الاسبوع هتبدأ حتى في النهار هيبقى مالي البرودة معنى هذا الاسبوع وحنبدأ ان شاء الله نقول من الاسبوع القادم ان يجب ان احنا نبدأ نلبس المنافس السقيلة نوعا ما عموما احنا بنحضر من الشاب الرماية في صباح الباكر مازال في هناك فرص لدي الامطار على السواحل الشمالية ووسط طيناء فيه تقلبات متوقعة في الايام اللي جاية دكتور زي ما احنا شوفنا في الايام اللي فاتت امطار مثلا متوقعة مثلا على القاهرة بعض المحافظات حتى هتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة لهذا الامر ان شاء الله مع يعني احنا اولا مستمرين الامطار مستمرين على السواحل الشمالية طول هذا الاسبوع لكن هتزيد حدتها من يوم الاربع ويوم الخميس والجمعة تبدأ تدخل الى داخل البلاد وهتصل لشمال الصعيد وايضا هكون على القاهرة والواجه البحر طيب بالنسبة يا دكتور للناس اللي بتاخد طرق صفر مثلا برضو حركة الملاحة عايزين نعرف اخر المستجدت بالنسبة للملاحة في البحرين فهي قابلة شوف تعمل الملاحة البحرية لكن الطرق بين حظر من الشابورة المائية وارجو توقع اقصى درجات حظر اثناء القيادة في انخباض الروي بالنسبة لدرجات الحرارة افندي من النهارده السواحل الشمالية تطرح من 23-24 الواجه البحر وقانع من 24-25 جنوب سيناء شهر من الشيخ الغداء مابين 28-29 شمال الصعيد مابين 26-27 اخيرا جنوب الصعيد مابين 27-28 دكتور احمد عبد العيل رئيس هيئة الارصاد الجوية شكرا جزيلا حضرتك نكمل معكم مجموعة الاخبار ايضا هو الموضوع اللي جاي برضو كمان ياسمين عن البيئة ودور المجتمع بقى في الموضوع ده وفي ضوء تواجهات الدولة لتفعيل دور الجامعة في خدمة البيئة والمجتمع في افتتح اللواء المهندس هشام السعيد محافظة الغربية الملتقة الاول للخدمات المجتمعية تحت شعار جامعتك في خدمتك هذا ويمثل الملتقة الذي ينظم قطاع شؤون خدمات المجتمع وايضا تنمية البيئة بجامعة طنطة محاولة جادة لسد الفجوة ما بين متطلبات سوء العمل وشباب الخارجين وتلبية احتياجات المواطن البسيط برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظم قطاع شؤون خدمات المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطة فعاليات الملتقة الاول للخدمات المجتمعية تحت شعار جامعتك في خدمتك تطوئ البحث العلمي للخدمة المجتمعية وان شاء الله احنا مستمرين مع الجامعة في هذا الاتجاه تنفيذا لتوجهات القادة السياسية بإذن الله بقول للإستاذ الوزير دي إمكانيات الجامعة وده خطة الجامعة وهو وعد في الكلمة بتاعته ان اي بحث علمي هيبقى له خطوات إيجابية او دعم لوجستي او مادي يعني كنا دلوقتي في كلية زراعة قال لنا مستاذ دا أعمل لك الماركتينج يهدف الملتقى إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات الجامعة الخدمية والبحثية والتدريبية وتقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل وشباب الخريجين إضافة إلى الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن البسيط معظم الجات المجتمعية دي ما عنده اش فكرة عن تفاصيل الخدمات اللي بتقدمها الجامعة وبالتالي بقى حاجة مهمة قوي نحن نعمل لهم لقاءة زي ده يعرفهم تفصيلا ايه هي نوعية الخدمات اللي احنا ممكن نقدمها لهم وإيه المساعدات اللي ممكن نعملها وبالفعل احنا شايفين النهاردة تجاوب كبير جدا من الناس الحضور المام كبير قوي بالحاجات اللي ممكن نقدمها بعد كده ان شاء الله يكون فيه تعاوم كبير ما بيننا وبين قطاعات كتير قوي في الحكومة وفي الدولة الهدف الاساسي من الملتقى وتصفيع مفهوم الجامعة الجامعة مش بس مركز للتدريس الأكاديمي الجامعة في الاصل مركز بحسي ومركز لتحقيق قيمة مضافة مجتمعية هي دي الرسالة الأصيلة يستفيد منه جميع أبناء المجتمع الدارة الطبية اللي بتراعيها الجامعة للطلبة هي بتوفر جدا على الطالب مبالغ طالب ممكن يقدمها برا في العملات الجراحية ومركز زراعة غرز الأسنان وكده كل ده متوفر في الجامعة بشرط بس ومجرد نوع طالب فهو متوفر كل المزادي كمثال آخر هي بتقدر نها تتعاون مع جموعة من المؤسسات الخارجية اللي بتقدر مدعومة من انقبل الجامعة كمثال مثلا بتدي كورسة ICDL طفل لغات بتحاولنا تتعاون معهم تدوم شهادة موصقة ومعتمدة عشان تحاولنا تحسن فرص العمل الخارجية الملتقى الأول لمطور الخدمات يسعى إلى تفعيل دور الجامعة في خدمة البيئة وتنمية المجتمع والمساهمة الإيجابية في تطوير الخدمات العامة والمشاركة الاجتماعية جمعتك في خدمتك محاولة جدة من جامعة طنطة للتكامل بين مؤسسات الجامعة الخدمية والتدريبية والبحثية وربطها بقطاعات الدولة المختلفة على المستويين العام والخاص ما يسهم في دفع عجلة التنمية الخدمية والبيئية علي فتحي النيل خلالي روح معكم الموضوع آخر هو مرتبط كمان بالدور البحث العلمي والابتكار والإبداع اللي يجب بالفعل تنميته ياسمين في الجامعة المصرية كمان وحتى كمان يكون فيه نوع من الترابط ونسد الفجوة بالفعل بين اللي احنا بندرسه مصر هتتنيل نقلة تانية طبعا لو ركزنا في البحث العلمي ما بيش كل الحاجة حفظ سواء في المدرسة أو في الجامعة ونظمة أكاديمية البحث العلمي وتكنولوجيا بتعاون مع مؤسسة الفكر العربي بلبنان ندوة تحت عنوان الابتكار أو الاندثار البحث العلمي العربي واقعه وتحدياته وذلك برعاية وحضور الدكتور خالد عمد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والندوة تهدف إلى إطلاق التقرير العاشر للتنمية الثقافية من مصر تقديرا لدورها الرائد في المنطقة العربية إطلاق التقرير العاشر لتنمية الثقافية لمؤسسة الفكر العربي ببيروت في ندوة عقدت بالقاهرة تحت عنوان الابتكار أو الاندثار البحث العلمي العربي واقعه وتحدياته وأفاقه بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحثين في القضايا العلمية والثقافية المشاركون أكدوا أن تقرير يمثلوا خطوة مهمة ويركزوا على وقع التنمية الثقافية في الدول العربية في مختلف المجالات دعينا إلى ضرورة تحويل الرؤى التي رسمها التقرير إلى سياسات قابلة للتطبيق تدينك مصر أننا قلنا مصر بدورها الرائد والإقليمي نحن نقول أنه يطلع منه كل التوصيات التي تطلع من هذا المؤتمر نحن نتبنها وتكون مصر هي القاعدة التي يلجأ إليها كل الدول العربية حتى يكون هناك مجتمع داعم للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التقرير شارك في إعداده نخبة من مؤسسات علمية وثقافية ومفكرين والذي خصص مساحة واسعة للبحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار في الدول العربية يبدأ من تحقيق تنمية شاملة وتنمية مستدامة وبهذا المعنى جميع الوزارات جميع المسؤولة عن وضع السياسات عن رصد الاعتمادات لدعم البحث العلمي ومشاريع والبرامج ووضع الخطط ولكن أيضا الجامعات والأساتذ الأكاديميين المشاركون في الندوة أوضحوا كذلك أن تقرير خلص إلى محاورة متنوعة منها ضرورة تعزيز الوعي بأهمية العلم والحث على دعمه لاستخدامه لصالح المجتمع إضافة إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية أهم جزء بالنسبالي أنا من وقت نظري شفته في التقرير هو كان المتعلق بالملكية الفكرية وإدارة الملكية الفكرية لأن الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد المعرفة التي نحن نتكلم عنه والاقتصاد في العالم عموما في الوقت الحالي هو قائم على الفكر هو قائم على براءة اختراع على ملكية فكرية ودع مشاركون في الندوة إلى ترجمة التوصيات التي خرج بها التقرير إلى خطط واستراتيجيات لدعم البحث العلمي والابتكار لتطويره ودعمه أسمى حسن أنيل وزيرة الثقافة دكتور إناس عبدالدايم أعلنت افتتاح متحف الأديب الراحل نجيب محفوظ بتكيد أبو الدهب وده يكون يوم 31 مارس القادم قالت إناس عبدالدايم خلال تفقدها أعمال تطوير المتحف أمس أن قاهرة المعز من المناطق الأثرية العظيمة ولذلك تسعى الوزارة متمثلة في جهاز التنسيق الحضري في تطوير المنطقة بأكملها لتتواكب مع افتتاح المتحف كمان ياسمين يذكر أنه تم البدء في تنفيذ المشروع في أغسطس 2016 تحت إشراف صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بيتكون المتحف من دورين بيحتوي الدور الأول على مكتب إداري قاعتين للندوات مكتبة سمعية بصرية قاعة لمؤلفات نجيب محفوظ ورواياته المترجمة صالون للزوار أما الدور الثاني فيتضمن صارة للندوات مكتبة أفلام نجيب محفوظ قاعة بها مكتبة تضم كل ما كتبه نجيب محفوظ بالعربية والإنجليزية وقاعة لعرض مقتنيات وجوائز وأوسمات محفوظ ومن القاهرة من رحمة بعض لمحافظة الفيوم يعد معبد قصر قارون بهذه المحافظة من المعالم الأثرية الهامة اللي أصبح عامل للجذب السائحين إلى الفيوم يعني الأخبار النهاردة كلها جرعة ثقافية وعلمية وابتكارية وإبداعية هذه حاجة كويسة يعني كمان يشهد معبد قصر قارون يشتهد بظاهرة تعامد الشمس التي تتقرر سنويا في 21 من ديسمبر من كل عام على قدس الأقدس في المعبد الذي يرجع تاريخه إلى العصر اليوناني والروماني ومعنا تفاصيل أكثر كمان في سياق التقرير من الناحية الجنوبية الغربية من بحيرة قارون بمحافظة الفيوم يوجد هذا المعبد الذي خصص لعبادة الإله سوبك ودينيسيوس في العصر اليوناني الروماني ولوجوده بالقرب من بحيرة قارون فقد أطلق عليه سكان المنطقة في العصور الإسلامية قصر قارون قصر قارون ده معبد من العصر اليوناني الروماني مخصص للإله ديونيسيوس إله الحب الخم هذا المعبد مبني من الحجر الجيري ارتفاعه حوالي 13 متر وعرضه 19 متر وطوله حوالي 32 متر المعبد مبني من ثلاث ضوابق طبعا ما فيه شنقوش إلا نقش واحد الملك اللي بني في عهده هذا المعبد وطبعا مش معروف لأن النص الأعلى منه مش موجود أمامه الإله سوبك اللي هو الإله المحلي للفيوم وبدخولك إلى هذا القصر الأثري تجد وعدة حجرات بها جداريات تتعلق بعبادة الشمس وعدة قوالب خاصة بسط العملة وإذا تجولت بعيدا عن الغرف ستجد حماما ذو طابع روماني وبعد الأدوات المنزلية القديمة من أهم الحاجات دلوقتي أننا من حوالي 8 سنوات بنحتفل بتعامد الشمس على قدس الأقدس بالمعبد في 21 ديسمبر من كل عام ودي احتفالية أنا باعتبرها حاليا هي العيد القومي الثاني لمحافظة الفيوم بعد العيد القومي اللي فيه 15 مارس فيه تعامد على قدس الأقدس في معبد أسرارون وقدس الأقدس اللي هو خلفي وقدس الأقدس معناه أنه هو المكان اللي بيوضع فيه تمثيل الآلهة الرئيسية بتاع المعبد كل معبد في معابد مصر القديمة فيه سالوس بيسمى السالوس بتاعه اللي هو الآلهة تلاتة الأب والأم والإبن فالسالوس ده موجود في معظم المعابد بتسمى قدس الأقدس أو المكان المقدس في هذا المكان الشمس بتتعامد يوم 21 ديسمبر على قدس الأقدس وهو الانقلاب الشتوي أينما دربت في محافظاتي المحروسة ثم تؤثار من عصور مختلفة تحكي قصصا عن مراحلة مرت بها مصر تعالوا نروح مع بعض لذكرى رقم 87 للفنانة الكبيرة الجميلة هند روستوم واللي احتفل بيها جوجل هند روستوم مواليد 12 نوفمبر عام 1931 كمان الفنانة هند روستوم بتعد من أشهر الفنانات المصريات التي ذاعة صيتوها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي قدمت العديد من الأفلام التي سجلتها ذاكرة السينما المصرية ولدت الفنانة هند روستوم في حي محرم بيك بالإسكندرية وكان وليدها ضابط في الشرطة وهو من أصول شركسية قدمت الفنانة الرحيلة أكثر من 74 فيلم سينمائي طوال مشوارها الفني قدمت آخر أعمالها في عام 1979 في فيلم حياتي عذاب وقررت بعد اهتزال الفن نائيا حتى وفت في 8 أغسطس عام 2011 إثر أزمة قلبية حتى الله يرحمه الخبر اللي جاي ممكن الناس تشوفوا حاجة كويسة ممكن الناس تشوفوا أنه هو حاجة سلبية أو من سلبيات التكنولوجي ونسبة لها يبقى سلبي لأنه في تهجيل طبعا لهذه المهنة الخبر عن وكالة شينواء الصينية للأنباء أول قدمت أول مذيع أحبار بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم ليصبح بإمكانه ببث الأحبار ده طبعا هيبقى مكان المذيع الحقيقي وهو ما يعتبر ابتكار تقني حديث في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي وبالنسبة لنا طبعا هيبقى تهجيل نحن نتعلم حاجة جديدة عشان بعد كده يبقى كله بروبوتات تعد هذه أول تجربة مكتملة لدمج تسجيل الصوت والفيديو في الوقت الحقيقي مع شخصية افتراضية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي بيجمع مذيع الذكاء الاصطناعي بين صور وأصوات المذيعين البشريين باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حيث يمكنه قراءة الأخبار بنفس الأداء طريقة التأثير التي يوفرها المذيع البشري لأن برنامج التعليم الآلي قادر على توليف الكلام الواقع وحركات الشفاه وتعبير الوج كمان من المقرر أن يرفع مذيع الذكاء الاصطناعي فعالية العمل لأخبار تلفزيون ويخف التكاليف تسجيل البرامج على وعلى سرعة في التغطية أثناء الحوادث الطريقة وغير ذلك مش بسؤلك حاجة لو نشرب الإنجلش هيرى بالإنجلش لكن لو هو هنا في مصر وهيرى لغة عربية وهيعرف يعرف يعرف الكلام لا يمكن لا بالبرامج والتكنولوجيا الجديدة اللي ممكن يعملوا كل شيء ممكن نروح مع بعض لخبر آخر وهو تسجيل صبي صيني رقم قياسي عالمي تمكن سريعا من حل ثلاث مكعبات روبك فيه وقت واحد بيديه وأيضا بقدميه كمان نشرة إعلامية أوضحت لمؤسسة جينس للأرقام القياسية العالمية النصبي أكمل التحدي في زمن قدره دقيقة واحدة وست وثلاثين ثانية فيه تقدم كميرا الصين يعني صيني على طول متقدمة بصرح طيب خلال ناخد بقى مجموعة من الأخبار الطبية كده ووصفة طبية نصائح سريعة نصائح سريعة كده وهنكلم عن اليوسفي الذي يحتوي على عناصر غذائية هامة من كربوهايدرات وفايتامين سي وغيرها من العناصر التي تمود الجسم بفوائد صحية عديدة بالطبع منها الوقاية من السرطان خفض الوزن الزائد من الجسم غيرها من الفوائد وده وفقا لأحد المواقع الطبية أيضا كشفت الأبحاث أن اليوسفي بيمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وذلك لاحتواءه على الكاروتينات كما يحتوي على مستوى عالي من الليمونين الذي له تأثير مضاد لسرطان وبيساعد أيضا في الوقاية من سرطان الثدي كما يساعد اليوسفي على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وبيساعد على فقدان الوزن وتقوية جهاز المناعة وأيضا الحفاظ على صحة الشعر والجلد كده احنا وصينا معكم لنهاية فقرتنا الإخبارية وما هو قادم أخبار رياضة مش نروح بعيد طبعا مع ياسمين فصل قصير جدا وهرجع لكم بأخبار رياضة خليكم معنا اشتركوا في القناة